السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ينتقل من هؤلاء الذين لا يتعاملون مع الفقراء والمساكين بالاحسان ينتقل مباشرة الى الذين يكذبون بالدين انهم لا يصلون فويل للمصلين من هم هؤلاء المصلون الذين هم عن صلاتهم سهون الاسان يسهى عن صلاته لم يقل ربنا عز وجل الذين هم في صلاتهم سهون وانما قال عن صلاتهم سهون لو قال ربنا عز وجل في صلاتهم سنكون كلنا اثمون لأن كلنا نسى في الصلاة حتى سيدنا النبي نسى في الصلاة وسهى واقر لنا الله تعالى وشرع لنا سجود السهو فكذلك الذي يسهى عن صلاته فرق بين ان تنسى في صلاتك في فرق كبير الذي ينسى في صلاته هذا عنده ضعف في الاجر والتواب وقد كان النبي الكريم يقول ان الرجل لا ينصرف عن صلاته ولم يحصل لا تسعها الا تمنها الا سبعها الا سدسها الا خمسها الا ربعها الا ثلثها الا نصفها الناس يصليوا جماعة ولكن الاجر مختلف بحسب النية وبحسب الخشوع فقذ ربنا الذين هم عن صلاتهم سهون اي انهم يأتي وقت الصلاة ولا يصلون في الوقت دائما يؤخرون الصلاة بعد الوقت وهذا حرام كالذي يؤخر رمضان عن وقته هل يعقل ان نؤخر رمضان لشهر اخر لا يعقل هل يمكن ان نؤخر موسم الحج الى وقت اخر لا يقبل كذلك الصلاة ينبغي ان تصل في وقتها ولا يجوز ان يؤخرها الا لناس او نائم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاتم في ترك الصلاة في وقتها الا لاثنين النائم والناس حتى المريض لا حجة له لان المريض يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنت يصلي بعينيه ويتيمم فلابد ان يؤدي الصلاة في وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يرؤون يعني كلما قاموا بعمل صالح انما هو رياء فالذي قد تصدق على اليتيم وقد يعطي للمسكين ولكن كل ذلك رياء وحبا في السمعة فهذا كل عمله باطل مثله تماما كالذي يكذب بالدين فالرياء هو عكس الاخلاص يقوم باعمال حسنة ويقوم بمبادرات طيبة ولكن ليس لوجه الله تعالى بل ليقال بانه جواد وكريم وقد جاء في الحديث ان نار جهنم لتستعيد من واد في النار اربعمائة مرة في اليوم واد خصصه الله تعالى في النار قيل لمن يرسل الله قال لحامل كتاب الله يقرأه وهو يرأي ولمنفق ومتصدق على الفقراء والمساقين وهو يرأي ولحاج او معتمر يحج ويعتمر وهو يرأي ولمجاهد في سبيل الله يجاهد وهو يرأي ذكر هؤلاء الاربع اللي هم في القمة الحامل لكتاب الله والمحسن المتصدق بالمال والحاج والمعتمر والمجاهد اذا لم يكن ذلك لوجه الله فهو باطل وربنا عز وجل كان يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من ترك عملا واشرك في غيري تركته وعمله فالشرك محرم والرياء من الشرك وكأنه تكذيب بالدين الى ان يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون يمنعون المعون يعني المساعدة المعون كان ايام زمان بين الجيران مثلا امرأة تريد مثلا تريد بعض الوسائل للطبخ تريد مثلا تنجرة تريد طبقا تريد اي شيء شيء من التوابل شيء من التوم لا بأس نعطيه بعضنا لبعض والرجل يحتاج الى فأس يحتاج الى مطرقة المعون والمقصود كل وسائل المعون اي واحد طلب منك معاونة مساعدة وعندك يأخذها يقضي بحاجته ثم يردها اليك فلا تمنع لان الذي يمنع يكون كالذي يمنع رحمة الله بين الخلق فالمفروض ان يكون هناك تعاون بين الخلق اجمعين هذه الصورة المباركة صورة المعون اراد ربنا عز وجل ان يصحح بعض المفاهيم وان التدين لا يكون فقط بالتقوس لا يكون بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير من الاعمال رغم انها اركان وواجبات ولكن اراد ربنا ان يقول بان السلوك والعمل الاجتماعي واتر ذلك في المجتمع هو الدليل على قوة التدين هذه الصورة لما نزلت الكثير من الصحابة بدأ يحاسب نفسه ويشكك في امر دينه يقول لعل هذه الصورة تتحدث عني لعل هذه الصورة ربنا عز وجل يخاطبني بها شخصيا ارأيت الذي يكذب بالدين هم يعتقدون بان الدين حق وان الاسلام حق وان البعت حق والنشور حق ولكن نظرا لسلوكهم هل يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما واسيرا هل يعطون للمساكين والضعفاء هل يرحمون الايتام هل يرحمون المحتاجين هل يرحمون المنكسرين اما ان كل انسان يقول نفسي ويحب المال حبا جما ويحب ان يكتنز الاموال ويحب ان ينعم بملدات الحياة ولا ينظر للفقراء والمساكين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الصورة كان الواحد منهم يبتعد بعيدا ويبدأ يبكي يقول لعلني انا منهم من هؤلاء الذين يكذبون بالدين لطالما مر بجانبي يتيم وكان يوم عيد واليتيم محتاج الى لباس والى طعام والى عناية ولم اهتم به لطالما كان بجانبي مسكين محتاج الى دواء محتاج الى من يقدم له يد المساعدة في شؤون الحياة الصعبة ولم التفت به ومررت بالسيارة الفارهة امامه ولم اعبأ به لعلي لعلي فكان الصحابة رضي الله عنهم يبكون كثيرا وكان التابعون كلما مروا على غاده السورة يقرؤونها فيخافون كثيرا وكل من قرأها بصدق يبكي بكاء عميقا من اعمق قلبه دون ان تدرف دموعه كان قلبه ينزف بالدم يروى ان الامام الجنيد رضي الله عنه والامام الجنيد هو من التابعين الصالحين قال كنت اقرأ القرآن فمررت على هذه الاية ربنا فيها يخاطب المؤمنين يخاطب اهل الايمان لانهم يفرطون في قضايا بسيطة اجتماعية لا يرحمون من لا يرحم لا يرحم الامام الجنيد قال قرأت هذه الاية ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتين ولا يحض على طعام المسكين كويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون قال قرأتها وكنت اخاف واخشى ان تطبق علي فلم اجدها تنطبق علي لم اجدها تنطبق علي ثم قرأت بعدها سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال فعرضت نفسي على هذه الصورة صورة المؤمنون فلم أجد فيها شيئا من نفسي لم أجد لا في صورة المعون ولا في مقدمة صورة المؤمنين فغفى غفوة فسمع هاتفا من السماء يقول له من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فقام الإمام الجنيد يبكي بكاء مرا عميقا ويقول نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أرجو الله أن يتوب علي فصار يبكي ويقول رباه 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 حتى سمعه الناس من الجيران وقالوا لقد أصبه شيء من الجنون لكن هذا الجنون أهل الإيمان حينما يبكون على خطيئتهم في الدنيا قبل أن يلقوا ربهم فاللهم يا رباه يا رباه تب علينا توبة النصوحة اللهم يا رباه يا رباه اغفر لنا جدنا وهزلنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم يا رباه يا رباه اكتبنا في عبادك المؤمن الصالحين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين